لا آت المتعددة يرفعها أولئك الباحثون عن الحقيقة إنهم عائلات ضحايا تفجير مرفأ بيروت عام ونيف مضى على التفجير والتحقيقات تراوح محلها بل على العكس تتأخر يوما في يوم وتضيع في دهاليز اللعبة السياسية اللبنانية هنا في مدخل بيروت الغربي تتجاور صور قتل الانفجار مع البيوت المرممة مشهد لم يكن كافيا لتغيير موقف السياسيين وبالأخص العهد الحاكم أو تحديدا الطرف الأقوى فيه بعمل القاضي الحالي هذا عمل استنسابي وعمل سياسي وفيه استهداف سياسي وما إلو علاقة لا بالحقيقة ولا إلو علاقة بالعدالة تصريح ليس الأول من زعيم ميليشيا حزب الله وقد لا يكون الأخير فقادة آخرون في الميليشيات وجهوا تهديدات مباشرة لقاضي التحقيق في قضية المرفع والعقبات أمام التحقيق لا تتوقف من سفر مسؤولين بعد استدعائهم كحالة رئيس الحكومة السابق حسان دياب لرفض آخرين المثول أمام التحقيق كالدعاوة التي رفعها وزيراء المالية والأشغال السابقان علي حسن خليل وغازي زعتر للمطالبة بتنحي قاضي التحقيق دعاوى وعقبات هدفها واحد كما يرى هؤلاء حجب الحقيقة وعرقلة الوصول للعدالة ترجمة نانسي قنقر